منصبح على حضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد الحقيقة فقراتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن موضوع أثير إمارح في المؤتمر الصحفي اللي اتعمل من قبل المجلس العسكري واللي قدام فيه اللواء عادل عمارة عدو المجلس العسكري وسائل الإعلام واتهم بعضها بأنها بتثير الفتن في الدولة وأنه هدفها مش إسقاط النظام ولكن إسقاط الدولة وأنه في نفس الوقت قال أنه حرية الصحافة مكفولة حرية الإعلام مكفولة صاحب أي فكر من حق أنه يعبر عنه صاحب أي رأي من حق أنه يكتب عنه أي إعلام يحابب أنه يطرح أي موضوع حرية الإعلام مكفولة لكل الأشخاص ولكن كان ليه بعض التحفزات أنه الإعلام بشكل عام الخاص والحكومي عليه عامل كبير جدا في إثارة الفتن وفي سقوط الدولة وليس سقوط النظام النهاردة هيكون معنا الأستاذ جمال فهمي الكتب الصحفي وعضو المجلس نقابة أل صحفيين ضفنا النهاردة في نهارك سيدة عشان نتكلم عن شكل الإعلام ودوره في الفترة إرحالية صباح الخير يا فندم أهلا صباح الخير صباح الخير يا فندم وبداية عن كده نتكلم عن المؤتمر أو البيان اللي كان حاصل إمبارح هلك شفت إزاي تصريحات اللواء عادل عمارة والخاصة بحرية الرأي والإعلام أنا شفت الموضوع كله الحقيقة مهزلة يعني المؤتمر كله على فكرة ده المشهد التالت ده إحنا كنا حاسين كأنه ده يعني إحنا حد زقنا فيلم ممل طول الوقت بنشوفه كلام ده شفنا ساعة كارثة ما سبيرو ثم بعد كده كارثة محمد محمود اللي هي بدأت طبعا باربعين من أهالي ناس مسالمين من أهالي وشباب متضمن معهم أربعين واحد ما كانش يزيده أربعين خمسين واحد معتصمين علشان أهل المصابين علشان حقوقهم اللي ما بياخدوهاش في أهتصام سلمي في مدان التحرير كانوا ماربعين خمسين واحد العنف اللي ووجهوا بي كانت الحصيلة الحصيلة ده حاجة تسجل باسمنا في التاريخ الحقيقة ما فيش حد سبقنا في هذا إن القمعة قمعة مظاهرة أو أهتصام سلمي يسقط ضحايا أكتر متضعف من عدد المشاركين في هذه المظاهرة يعني حاجة غريبة عجيبة يعني أنا بدلوقتي المفروض طلبنا هو القمع مجرد القمع بس ما فيش داعي للقتل يعني القمع إنك تفض اعتصام سلمي بالقوة ده قمع وبيحصل بعد الثورة بعد الثورة العنوانها الرئيسي هو الحرية والحرية دي مش معناها إن أنا إن أي مظاهرة تطلع يبقى أنا كل السكان موافقين عليها كل سكان البلد موافقين عليها لأنه هي جوهر الديمقراطية لأن الناس مختلفة في عنده وجهة نظر بيعبر عنها المهم إنها تبقى بسلمية فاعتصام سلمي في أربعين يسخط أكتر من أربعين شهيد وأكتر من ألف جريح منهم شباب يعني ظهرت شبابنا وطبعا الشهداده برضو ظهرت شبابنا طبعا فقدوا نور العيون يعني هيعيشوا لا يروا الضوء ولا يروا يعني ما يسمح لهم بإنهم يمارسوا الحياة ليه؟ لإنه 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 ووجهوا وكأنهم وكأنهم أعداء حتى الأعداء حتى في الحروب فيه أخلاقيات للحروب طبعا مش من بينها أطلاقا أننا أأتي المسالين وأنتهك أعراض بنات وسيدات فضليات في الشوارع مش من بينها هذا لا يوجد شيء في الدنيا ممكن يبرر جريمة بهذه البدوح لا وحضرتك أنا أسفى جدا فإنبارح الموضوع كله تبرير. ام. تبرير منقوص بمعلومات مغلوطة في فضيحة كمان لازم اوشير اليها عشان يعني الكلام عن الاعلام بقى ما ده من الكلام عن الاعلام. بالزبط هو ده اللي كنت جايل حضرتك في اساس جميل تفضل. الفضيحة. ام. انه يتم الاستعانة بشرايط للأسف الشديد. ام. تلفزيون الدولة تلفزيون تلفزيون كلها تلفزيون مصري بتبع ليه تلفزيون مصري بتاع مصري كلها. مهواش اسم معين. يعرضها خطأ وخطيئة اخلاقية ومهنية مروعة لان اننا نكتشف ان الولاد الصغيرين اللي بجابوا دول علشان يشوهوا يقولوا حواديت. ام. ما انظر الله بني من سلطان مملاعة ليهم. واحنا سامعين في الخلفية صوات والسريخ. يعني كانوا بينضربوا ايه لا. عشان يقولوا هذا الكلام. ام. نكتشف انهم ما ملومش علاقة بالموضوع اصلا. اساس. وانهم موجودين في 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 المحامي بتاع هم راح قدم بلاغ للنائب العام بهذا المعنى. ام. عارفنا بالليل الكلام ده مبارح بالليل. ام. بعد اه اه المؤتمر الصحفي بتاع السيادة اللي هو عادل عمارة. نكتشف انه هؤلاء كانوا في السجن في اسم الحدايق او يعني اه حدايق القبة او يعني مش فاكر بالزبط الاسم. اه اسم ايه بالزبط. موجودين من قبل الوقاعة دي بايام طويلة بعشر ايام. ام. ومتجدد حبسهم ونزلين قدام قاضي معارضات. ام. يا مان همش علاقة خالص. بالحدث. بالحدث. ولا راحوا التحييه ولا يعرفوا مين اللي في التحييه ولا ايه الموضوع اصلا. ايه. يا هل هل هزا كلام? هل نعود الى هذا الى اه بعد كل التضحيات دي وبعد الثورة. ام. العظيمة اللي احنا ابهرنا بيها العالم دي. نعود الى اسوأ من مكان. ام. نعود للغة بتاعة الاعلام هو السابق. الاعلام اللي هو المفروض يعمل ايه? المفروض لما الاعلام يعني يبقى فيه قتل وسحل لشبابنا وفتياتنا. يعمل ايه? ام. يبقى اه 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 شيطان اخرص. ام. لا يعرض هذه الحقائق. وهو ده اللي انا كنت عايزة اسأل حرتك فيها استاذ جمال. واننا بنتكلم عن حرية الاعلام. وان كانت اكتر نقطة اثارة مبارح في المؤتمر هي حرية الاعلام. وانه فيه ناس بتثير الفتن لا اه اه اسقاط الدولة وليس اسقاط النظام. انه حرية الاعلام ما معنى حرية الاعلام من وجهة نظر حضرتك. والفرق ما بين حرية الاعلام والامانة الاعلامية او اه الامانة التي يقتدي بنا ان احنا نكون محافظين عليها. الفرق. هو الفرق الحقيقة هو انا بقادي اداء مهني. ام. ولا اداء يعني في ضيحة زي في ضيحة ان انا اروح اجيب. عايز اقوليك على حاجة. ام. الولاد لو حتى متهمين مقبود عليهم من المدان التحرير. ام. مش تطلع كذب واختلاق زي ما اكتشفنا. اه. بالليل. وده بكلام رسمي. ام. هما موجود في متهم في قضية لها رقم وليها مواعيد وتاريخ ملاقش علاقة خالص بالموضوع. ومن قبله تماما. ام. ومع ذلك. هما لو افترضنا ان هما متجابين. متجابين من التحرير. ليس من حق احد انه يصورهم. خصوصا ما احنا شايفينهم. اه. بينزفوا. بينزفوا. ام. بينزف ده مش من حق احد. اولا هو متهم. ام. مش يعني متهم وهو بريء حتى تثبت. اذا انتم قدام محكمة. قدام قضاعة اه 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 عدول. هذا لم يحدث. ام. غير كده. مش من حق شهر به. ومش من حق يطلعه من غير ارطه. هو مسجون. ده مش بايرطه الحرة. وإلا كنا طلعنا كل المساجين. وإلا كنا طلعنا كل المساجين. بزرق. هذا من اخلاقيات من للأسف الشديد لا احد لا يعرف لا اخلاقيات مهنة ولا 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 اه 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 قوائد ومعايير مهنية معروفة في الدنيا كلها. ام. ما محدش بتكلم فيها دي. فطلا عن انها تبقى كذبه اصلا. كذبه اصلا. يعني انا واحد ظابط ولا بتاعكلمني وانا معد وانا ااسف انا بكلم على زمله. ام. لكن للأسف الشديد. للأسف. هو ده هو دول اللي طالبهم بقى. النوع ده من الاداء الاعلامي. اللي طالبوا اللوعات. هي دي الوجهة اللي هم عايزين يشوفوا. هو ده اللي عايزوا. ام. لكن ان انا اقول الحقيقة بقى مستقلة فعلا. واقول الحقيقة كما هي. كما هي. ام. الصور لا تكذب. ام. وبعدين الصور ايه. بعض امشي لاقي وصفة ونصفهم مهزب ليهم يعني يقولك. اه. ده اصلاح دي صور متركبة. ايه. اه. طب والصور بتاعت اه بتاعت اللوع عادل مش متركبة ليه. لا بيتعاملوا معنا اصلاح جمال على اللوع عادل كويسة. لازم اللوع اللي يعرض لي الصور. ام. يعني مش معقول هذا الكلام. ام. احنا بنودي البلد في ده. دول فعلا هذا النوع من الاداء هو اللي حيودي البلد في ده يا. ام. هو اللي عامل كل الازمات. الاعتراف. اما اما ترتكب خطأ. ما تعترف بالخطأ. ام. ما هو اللوع عادل نفسه اعترف. بس لم يرتب على الاعتراف حاجة. قال ان فيه شاب دخل جوه مش عارف. اكام بيشتم ولا بتاعه. ام. وانضرب. فاستفى الزرق. عاجة عادية انه انضرب. المفروض انه عادي ده. ام. ما تقول. وحنحاسب اللي عامل كده ان هذا عدم انضباط وخطأ وجريمة. جريمة بالقانون الاحكام العسكرية. ام. لانه المفروض ان 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 اللي عمل هذا الفعل. انا مش قادر اصدق ان ده ينتسب الى قواتنا المسلحة العظيمة. ام. اللي لها في قلوبنا وعقولنا. مش اصدق ان اللي عملوا ان اللي عروا فتياتنا دول في الشارع. ام. ام. ان دول ينتسبوا الى اعظم مؤسسة عندنا في تاريخنا. الحقيقة كان مشهد بجد مؤثر ومؤسسة كبيرة جدا. الحال الوحيد لقص سمعت جيشنا العظيم ده. ان اللي ارتكبوا هذه الجرائم يعلن اساميهم ويقدموا الى العدالة. هو ده. وده ليس خطأ. يعني ليس عيبا. العيب هو ان احنا نداري على هذه الجرائم. وبدليل كده في سلسلة من الاحداث اللي شبه بعضها بتحصل طول الوقت. وارد جدا. وارد جدا انه. يعني يعني اللي احنا كمان حنتسامح ونقول. ام. مين اللي ادهم الاوامر. طيب ما اخدوش اوامر. حنصدق انه ما اخدوش اوامر. اذا هم يتحسبوا. هم يحاكموا. قدام العدالة. لان هو ده اللي هيعيد الثقة للمصريين في اهم مؤسسة عندهم. احنا يعني يعني الجيش المصري ده. ده ده اللي احنا بنحمله شيء يعني هو في مرتبة وفي منزلة عظيمة. لا يمكن التهور بدفعه والاساءة الى سمعته. قال هذا النحو. انا استاذ. ثم هو ماله اصلا. اه. ننزل قوات جيش ليه في مواجهة هذا الكلام. عايز اعرف يعني. ليه نقعم الجيش في هذا الكلام. ما شرطة بيقولوا رجعت والامن المركزي بقى تمام اخر تمام. ينزل الامن. اه قالوا ببرروا ده بان هما عايزين نهاده النفوس من ناحية الشرطة فعايزين يبعدوها اه. اه. فنعمل المصيبة في الجيش. ام. ام. نلزأ المصيبة وسوء السمعة بالجيش. ام. يعني هل هل هذا معقول. لا لا معقول. اصلا. فضلا عن انه مين قال انه 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 مجموعة مجموعة شباب موجودين معتصمين اعتصام سلمي بقى لهم اسابيع لم يحدث اي شيء. اللي مش موافق عليه وماله. ما هو انا يعني كتير ادي المثل ده. حتى هزي اللحظة اللي انا بتكلم فيها في قدام البرلمان البريطاني. ام. مجموعة من السيدات. النشطات سيدات. ايه. عاملين اعتصام ده من بالهم اربع سنين. عشان ايه? عشان فلسطين. عشان فلسطين بتاعتنا يعني. مش بتاعتهم. ام. ومع زيك لا احد لا قال لهم بتعطلهم بتاع. تيجي البلدية تكنس حواليهم او تقول لهم من فضلكوا تتحركوا شوية كده. لما حتى بيفضوا يعني لما بتقع احتلوا هول ستريت في في نيورك. ام. ما 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 تخداش معتصم واحد. ام. ما تخداش معتصم. حتى وهو بيفض. وهو بيفض بالقوة. يعني ويفضوا بالقوة. بالقوة تبقى ايه? القوة المناسبة. ان هو يشل حركته انه. اه. يسحى الواحد او يقتله. ام. او يطلع بلطجية فوق المبنى. ام. يحضفوا عليها. يعني نبقى شايفين. او استاذ جمالة على فكرة احنا احنا قدام صدمة كبيرة جدا. آآ من من خلال اللي بيحصل حوالينا. لكن احنا.